تاريخيا قيمة النادي الاهلي كداما تشوف فيها لعيب جوكر بيلعف كذا مركز في التسعينات شوفنا هادي خشبة كان بيلعف كذا مركز سعي به حفيظ كان بيلعف كذا مركز في الألفينيات أحمد فتحي بيلعف كذا مركز بعد كده أقرم توفيق بيلعف كذا مركز اللاعب الجوكر الجديد في النادي الاهلي عمر كمال عبدالواحد ومش مركزين ولا تلاتة بيلعب في ملا يقول عن أربع مراكز باك يمين باك شمال جناح يمين وجناح شمال وكمان مساك يعني خمس مراكز لا صفقة ممتازة جدا ابرامها النادي الاهلي في يناير الماضي بانضمام عمر كمان عبدالواحد اللاعب اللي هيعمل اضافة كبيرة جدا 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 لنادي الاهلي اكيد طبعا في مباراة المحلية في وقت الحالي انه مش مقيد افريقيا لكن اكيد السنة الجاية وهي الاهم في سنة ان شاء الله النادي الاهلي هيلاعب فيها منديان الانديان بنظامه الجديد في امريكا خلال الصيف القادم هتشوفوا لاعب مميز جدا واكيد لاعب هيمثل اضافة كبيرة لقائمة النادي الاهلي في التزاماته الخارجية بداية من الموسم القادم